شارك سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اليوم عبر الاتصال المرئي الالكتروني في مؤتمر المانحين لليمن 2020 الذي تنظمه المملكة العربية السعودية الشقيقة بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأوشا وبرئاسة صاحب سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة ومشاركة معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش ومعالي الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني ومعالي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وسعادة السيد مارك لوكوك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ وعدد من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين وممثلية الدول والمنظمات الدولية المتخصصة وأعرب سعادة وزير الخارجية في كلمته أمام المؤتمر عن جزيل الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة على ما تبذله من جهود جبارة لمساعدة الأشقاء في اليمن على استعادة الدولة اليمنية وسلطتها الشرعية وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن الشقيق وما تقوم به من جهود مخلصة لتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدات الإنسانية مؤكدا أن المبادرة الكريمة لعقد هذا المؤتمر الدولي المهم هي دليل ناصع على الدعم السعودي المستمر لليمن وشعبه الشقيق وعبر سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن تقدير ودعم مملكة البحرين للجهود المتواصلة التي تقوم بها الأمم المتحدة لإحلال الأمن والسلم في اليمن مشيدا بالدعوة المخلصة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنتونيو جوتيريش لوقف عالمي فوري لإطلاق النار وتسخير الجهود الدولية لمواجهة فيروس كورونا والتي لقيت استجابة فورية من تحالف دعم الشرعية في اليمن بإعلانه عن وقف إطلاق نار شامل في اليمن مضيفا سعادته أن جماعة الحوثي مع الأسف الشديد لم تبدي أي استجابة لهذه الدعوة بل وواصلت اعتداءاتها وانتهاكاتها لوقف إطلاق النار كما أنها ترفض التعاون والتجاوب مع الجهود الدولية الإنسانية لمواجهة تفشي عدوى فيروس كورونا برغم خطورة الوضع الصحي وضعف البنية الصحية في اليمن الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي كما أكد سعادة وزير الخارجية مساندة مملكة البحرين لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد مارتين جريفث وعلى أهمية الحل السياسي لإنهاء الحرب في اليمن وفق المرجعيات الدولية المعتمدة وأكدا بأن على القوى الانقلابية ممثلة في جماعة الحوثي أن تدرك أن لا حل للنزاع في اليمن إلا بقبول قرارات الشرعية الدولية وتنفيذ ما عليها من التزامات حتى يعود الأمن والاستقرار والسلام مجددا إلى ربوع اليمن الشقيق